سحب مطور فلابي بيرد لعبة فلابي بيرد الفيتنامي دونغ نيكويان سحب لعبته الشهيرة من متجري آيتونز وجوجل بلاي وقال نيكويان عبر حسابه في تويتر أنه سائمة ملاحقة الإعلام له بسبب نجاح لعبته المفاجئ ومنذ طرحها على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية العاملة بنظامي آي أو اس وأندرويد احتلت هذه اللعبة لعبة فلابي بيرد المراتب الأولى وجرى تحميلها أكثر من 50 مليون مرة وحققت أرباحا قدرت بنحو ألف دولار أمريكي في اليوم الواحد من الإعلانات